حل المعادلات الخطية الجزء الأول اللي هي Linear Equations مثال لو كان عندي X زائد واحد يساوي خمسة كيف نحلها خلونا نشوف الآن شو معنى أني حل المعادلة الخطية معناها أنا أريد X لحالها بمعامل واحد وأس واحد يساوي عدد الآن شو المشكلة اللي عندي أني عندي زائد واحد في هاي المنطقة ولا otherwise عندي X لحالها فبضطر بضيف عكس إشارة هذا الشي اللي هو موجب واحد بضيف سالب واحد لهذه الجهة ولأنها معادلة بضيف سالب واحد للجهة الأخرى اللي هي شو معنى الجهة الأخرى اللي هي بعد اللي يساوي الآن لو بقول X موجب واحد وسالب واحد رح يكنسلون فرح تضل X تساوي هذه خمسة ناقص واحد تجاوزا نحن نقول للطالب كأنك تحول الموجب واحد توضيها الطرف الثاني بعكس الإشارة الآن X في هاي الحالة خمسة ناقص واحد بكم؟ بأربعة لازم أشيك جوابي بس أن نفسي هل X لو حطيت مكان X أربعة أربعة زائد واحد هل تساوي خمسة؟ نعم إذن حلي صح السؤال الثاني X ناقص أربعة تساوي سبعة الآن X لحالها شو عندي؟ عندي ناقص أربعة ناقص أربعة بضيف النظير الجمعي لها اللي هي عكس الإشارة دائما موجب أربعة ولأنها معادلة بضيف الجهة الثانية بقول موجب أربعة فالشيوز راح تصير هذي السالب أربعة والموجب أربعة راح يكنسلون بعضهم فرح يبقى X يساوي سبعة زائد أربعة مثل ما نقول دائما كأننا حولنا السالب أربعة إلى الجهة الثانية بينما نحن ما نحول فالX في هاي الحالة راح تساوي سبعة زائد أربعة اللي هي تساوي كم؟ تساوي 11 خلونا نعود الـ 11 ناقص أربعة هل هي سبعة؟ نعم إذا حالنا صح